فقرة توقيع كتاب وهو الذي اهتم بنشر الفلسفة بين العموم في الولايات المتحدة الأمريكية سوف نستمع بعد قليل إن شاء الله إلى مترجم الكتاب وهو الدكتور هادي الشيخ ناصر وهو مؤسس أول مقهى سقراط في الوطن العربي إضافة لكونه مترجم كتاب مقهى سقراط من الإنجليزية إلى العربية هو أيضا المدير التنفيذي للمراكز الأولية بشبكة القطيف الصحية واستشاري طب الأسرة والمجتمع والطب الوقائي فأهلا وسهلا بالدكتور هادي لإلقاء كلمته لتعريفنا بالكتاب أكثر خلال الخمس الدقائق القادمة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الجزيل لمنتد الثلاثة على هذه الاستضافة والشكر الجزيل لكم جميعا على الحضور عندما أتحدث عن ترجمة كتاب مقهى سقراط أحب أن أبدأ بكلمة أنني لست فيلسوفا لست دارس للفلسفة لست حتى قارئ بعمق للفلسفة واقعا ولست مترجمة البداية القصة وبداية الموضوع الدخولي في هذا المجال هو أني كنت مبتعثا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة تعرفت على فكرة مقهى سقراط وهي عبارة عن جلسات حوارية فلسفية للجميع مثل ما ذكر قبل قليل أن كريسوفر فليبس كان ينشر الفلسفة للعموم ربما هذا أنا أجد نفسي متطفلا في عالم مثل عالم الفلسفة وأتواضع كثيرا عندما ألتقي بالمتخصصين أو أسمع منهم لأن ليس تخصصي لكنني في نفس الوقت محب للفلسفة بشكل ما بطريقة ما أحب أن أفكر أحب أن أنتقد نفسي أحب أن أتساءل أحب أن أطرح أسئلة وبرفقة آخرين لأصل إلى أبعاد لم أكن أتخيل أن أصل إليها مسبقا وهذا ما وجدته في مقهى سقراط أو جلسات مقهى سقراط في أمريكا التجربة التي كانت من أجمل تجارب الابتعاث في ذلك الوقت وقعا أنا تعرفت عليها في ولاية نيوجيرسي نفس الولاية التي أسس فيها كريستوفر فيليبس أو في نفس المدينة التي أسس فيها كريستوفر فيليبس صدفة مقهى سقراط الأول قبل تقريبا 16 سنة من تأسيس المقهى في 1996 ثم انتقلت إلى ولاية أخرى بعد حصول على القبول لم أجد مقهى سقراط هناك فاضطريت أن أسس مقهى سقراط في تلك المدينة التي انتقلت إليها كنت متأكد أن بعد عودتي إلى أرض الوطن هذه الفكرة التي عجبتني كثيرا لا بد أن أحضرها معي منذ أن قدمت بدأت أجهز نفسي جهست إلى أن صار مجلس شقتي جاهز بدأت أدعو الناس لجلسة مقهى سقراط لماذا؟ لأن أصبحت جزء من حياتي هذه الجلسات أصبحت أشعر فيها براحة نفسية كبيرة بأن هذا المكان الذي أطرح فيه تساؤلاتي بحرية وأسمع آراء الآخرين وأسمع ربما تساؤلات أكثر وأكثر تفاجأت بنجاح الفكرة إقبال الآخرين عليها المجموعة الصغيرة التي دعوتها صارت تدعو آخرين وآخرين وآخرين إلى أن بعد تقريبا بعد ما أكملنا سنة والموضوع صار انتشر إلى حد ما أعلننا عن الموضوع في الفيسبوك في تويتر وبدأت الفكرة تنتشر صار هناك مقهى سقراط في الأحساء في الرياض في البحرين في الجبيل بعد مرور سنة أتذكر أني بدأت أتواصل مع كريستوفر فيليبس شخصيا على الإيميل وأذكر لنا يعني إحنا أسسنا مقهى سقراط ولأنه يعني يحافظ على هوية المقهى ويطالب أي أحد يفتح مقهى أنه يذكره وهو يدرج حتى في دليل مقاهي سقراط حول العالم فذكرت له أني بدأت المقهى بدأت أعمل فيه وتفاجأ إلى حد ما أنه يتأسس مثل هذه الفكرة في المملكة العربية السعودية لكن أعجب كثيرا بالموضوع ومن هنا جاءت فكرة لماذا لا نترجم الكتاب إلى اللغة العربية الكتاب مترجم تقريبا إلى عشرين لغة فهو اقترح لماذا لا نترجم إلى اللغة العربية أنا لم أكن مترجما عندي يمكن تجارب في ترجمة بعض المقالات لكن أحببت أن أترجم الكتاب لأتعمق أكثر في تفاصيله واكتشفت كيف أن عالم الترجمة عالم واسع وبحر غزير لم أكن أتخيل أني سأجد فيه ما وجدته فيه وجدت الفرق الكبير ما بين التأليف والترجمة كيف أحافظ على ما يقوله الكاتب في نفس الوقت أوصل الرسالة كما فهمتها من خلال قراءتي حتى أني تواصلت معه وأصبح سؤال فلسفي هل ألتزم بالنص أم ألتزم بالمعنى حتى هذا السؤال أصبح سؤال نناقشه وطرحته حتى على كريستوفا كانت تجربة جميلة انتهيت من الترجمة واقعا قبل بدء الجائحة لكن وكالمفترض يعرض في معرض الكتاب في 2020 لكن مع أحداث الجائحة وما حصل تأخر الإصدار وتأخرت الطباعة وتأخر إلى المعرض الكتاب اللي في الرياضة الأخير وصدر الكتاب كانت تجربة كذلك قيمة بحضور المؤلف إلى أرض المملكة للتعرف على أرض المملكة ويعني تواجده في مكان مثل مملكة يمر بتغييرات كبيرة هو يعني تفاجأ من مما كان عنده من تصورات وتغيرات في النهاية شكر جزيل لاستضافتي وتحياتي لكم جميعا يعطيكم الفاتحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة